السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسالتي الى ابو فلة ابو فلة او فلة او فلة لي انت الرجل خير وطيب وكلنا من حبك وكلنا من تابع وكلنا من المعجبين ولكن يا ابو فلة لا تسطق للمنظمات الذي بتضحك عليك الذي بتستغل طيبتك يخبل يخبول انت اخبل بتجمع تبرعات اكثر من اكثر من 50-60 مليار وتديها المنظمة كستكدنا المنظمات بيوصلوها عند الفقراء والمساكن والمحتاجين المنظمات بيشنوا الفلوس ويحولوا الناس جنسيا ويخلوا ذكر يحب ذكر وأنثى تحب أنثى وخورنثى يحب خورنثى وخوثنكنبا يحب هذا عمل المنظمات المنظمات لا تفعلش خير المنظمات لو تشيء يتفعل خير ان احنا شفنا افعالها في اليمن ان احنا شفنا الخير في اليمن يعني بما أن اليمن دولة يعني أصبحت مجاعة أصبح فقر أصبح جوعة إحنا دارين بالمنظمات أكثر دولة تعرف حقيقة المنظمات اليمن الذي إحنا مجاعة جوع فقر ظنك ظلم والمنظمات يجاوي الدولة دبافة هاضية يجاوي الدولة ملح صابون تدير فلوسة للمنظمات المنظمات ما بيش معاها فلوس الدولة العظمة الولايات المتحدة الزلمانطانيا تايكو هندن بنكندا الدولة العظمى كلها ما قدرش توفر للمنظمات زلط عشان المساكل والفقراء المنظمات هذه كذابة منظمت معاها فلوس ولكن ما تدي شيء للفقراء والمساكل والمحتاجين تدير المتحولين جنسيا تدير للخرنذا تدير يعني تفسد الناس لا تصدق أبو فلا الآن أبو فلا بيفعل بث مباشر منظمة أماراتية صارت لها عند أبو فلا قاتلت تعال جي لها برج خليفة أفعل بث مباشر من برج خليفة وحاول أنك تجمع أكثر من عشرة مليون دولار علشان أرفقر على المساكل أبو فلا الآن جايس بيفعل بث مباشر وبيشل الفلوس من الناس وبيتدير المنظمة المنظمة هذه أشعر تفعل بالفلوس تحول الناس جنسيا آه يعني بعد هذا الفلوس الذي عادت جمعها أبو فلا اعرف أن أكثر من ألف أو ألفين وقت عايتحوله جنسيا بسبب الفلوس الذي جمعتها أنت ها لأن المنظمة ما تفعلش خير المنظمات يعني أنت تقلت عايتفعل جامع في اليمن مدري تفعل مستشفى مدري أشتفعل في اليمن لو ما طلع 16 مليون أبو فلا لو ما وصل 16 مليون قال عايتفعل مستشفى في اليمن أين المستشفى أين المستشفى والله ما شاهدنا شيء والله ما حتى فتحوا دقين شبس أبو فلا قال أنا شفعان في المستشفى في اليمن مستشفى وإحنا اليوتابرزيين اليمني كلنا طلعنا وشكرنا وتكلمنا على بوف الله أنه الرجل خير والله ما يفعل مستشفى ولا يفعل شيء يا أنك كذب بس أنت مش كذب أنت مشكن على نيتك يا أنهم سرقوا الزلط المنظمة سرقوا الزلط وسافروا الحبشة يتناكحوا بينتهم البيت هذا هو الموضوع ما يفعلوا في اليمن مستشفى ولا يفعلوا شيء ولا يفعلوا شيء ولا أنهم يفعلوا يمكن مستشفى والمستشفى طعر طعر الليل طعر للمستشفى اين المستشفى اللي قلت عاد فعله في اليمن انت وعدت انك تفعل في اليمن مستشفى اوفي بوعدك وفعل المستشفى الشعب اليمني بيحبك كله منتظرين للمستشفى الذي عاد فعلها اينها مستشفى فالمنظمات بتنهب وتسرق منك اخرج من برج خليفة الآن نصيحتي لك اخرج وقفها البث واخرج اخرج من عند مية خليفة اخرج شاله لا عند مية خليفة مدري برج خريفة قالوا افعل بث اخراج من البث اخراج ورواح ولا اشل الفلوس انت وتسطق انت واشرف على العمل انت ولا اتزلط لاصحابك سيارة وغضك ايفون وهذا ادير اصحابك اولى اولى من المنظمة واذا تشتفعل خير افعل في اليمن رسالتي الى التجار الى المنظمات الى الامم المتحدة اذا شتتفعلوا خير اليمن اكسم بالله ان اليمن مجاعة قسكم ابحثوا في النت اتعرفوا اليمن من ايش بتعاني من العدوان الذي فعل لنا العدوان فعل باليمن اخص مما فعلت اسرائيب فلسطين فلسطين معاهم كعربة وماء وبترول والرواتب اليمن لا رواتب لا كعربة لا ما ولا شايف اليمن الذي اشتيف على الخير اليمن اليمن قبالك صح انه في مصر فقراء في الجزائر في المغرب في فقراء ولكن اليمن اولى دولة اولى دولة مع ان احنا مان كل من فقرازنا ولكن اولى دولة والله اني اليمن والله ان بعض الناس في اليمن عايشين اخص والعن من اهل النار يعني انا فعلت مقارنة جالس من فقر اول من فعلت مقارنة اكتشفت ان اهل النار عايشين احسن من من اهل اليمن يعني في النار بيتعذبوا عذب واحد في النار عذب واحد حديدة يحرقوا الشعب اليرمني وقت الحماء بيحرق بيتعذب بيحرق من الحماء الحديدة بيحرقوا وأيام البرد بيثرجوا ويموتوا برد الذي بيرقضوا في الشوارع والله أنهم بيموتوا برد بيموتوا جوع بيموتوا عطش بيموتوا طيران ظلم قهر تعب ضمك أنواع أنواع للعذاب النار عذاب واحد أما الشعب اليمني أنواع من العذاب الذي في النار الذي في النار بيأكل الذي في النار بيأكل بيأكل الزقوم والله أن بعض القرى في اليمن أقسم بالله أنهم بيدوروا الزقوم دوار بيدوروا يشوي يكلوا الزقوم يعني بيأكلوا من الشجر والله أنهم بيأكلوا من الشجر وبعض الأحيان ما يلقواش حتى ورق في الشجر بيدوروا يكلوا الزقوم ما بش ما بش بعض القرى في اليمن حتى الزقوم ما بش ما بيش حتى القيح في النار يعني بيشربوا قيح والله ان بعض القرى في اليمن ما بيش حتى انهم بيشربوا من المجاري بيشتوش شربوا قيح ما بيش ما بيش زقوا ما بيش شيء ولا شيء في اليمن شطبنا شطبنا ولا شيء لديش شيء يفعل خير في اليمن لا تشلوا شالفلوس من المتبرعين وتصيروا تفعلوا تصيروا تفعلوا جامع تصيروا يفعلوا مسجد في في أفريقيا حتى الشعب الأفريقي أبو فلالو ما قال هيدعم الشعب الأفريقي عدا ادعموهم يكلوا ويشربوه لا تسير تفعل جامع نفس الحملات الذي بيتشله وتسير تفعل جوامع هانا هانا في أفريقي أكلهم أكلهم شربهم اجمعت بارلت أكلهم ويشربهم يا أبو فلالي أكلهم ويشربهم الصلاة حتى عاي صليه فوق خشبة حتى عاي صليه فوق خشبة أما وهو جاوع عاطش ولا لو تدير كعبالا عنده لا ينفعش ما بالله يكل ويشربوه وبعد المسجد بعد المسجد أول شي يأكل ويشرب وبعد الحاجة والله الصلاة يصلي في الشارع يصلي في أي مكان في بيته أول شي يكل ويشرب هذه الرسالة ظريته صلى الله أبو فله الشعب اليمني الذي كل شي يعني الشعب اليمني هذا كل شي غالي ارتبع كل شي في اليمن كل شي نار وما بيش رواتب ولا ريال وكل شي غالي حتى الذي الشي يكل ويشرب ما بيش كل شي غالي البض غالي الفاصلية غالية أبسط الأشياء غالية كل شي نار بيرفعه الجمارك الشرعية لأن اليمن دولتين الشرعية بيرفعه الجمارك وفي صنعاء حكومة سنة ترفع الجمارك والذي بينتكح من هو الشعب هولك يرفعه الضرائب وهولك يرفع الضرائب من بينتكح الشعب كله فوق الشعب الشعب هو المضرر الشعب اليمني كل شي نار كل شي كل شي ارتفع أبسط الأشياء نار حتى خمسة في خمسة خمسة في خمسة يعني 25 في العالم كل 5 في 5 89 في اليمن كل شيء ارتفع في اليمن كل شيء نار يعني اسأل وجود دول الضرب 2 زايد 2 5 في اليمن 42 في اليمن في كل الدول 2 زايد 2 4 في كل الدول ما عدا اليمن كل شيء نار كل شيء غالي كل شي خيال أسعار خيالية وما بيش ولا ريا هذا إحنا ما نخزنش بطلنا لقات يعني نشل الله غير نكل ونشرب وندي وما بيش حتى بركة في الزلط في الحياة كل شي في اليمن هذا خلاص انتزعت البركة بسبب سرق السارقين وتمخنط المتمخنطين رفع الله البركة وحلت اللعنة على الشعب اليمني كل خلاص يعني يالله مندور نكل ونشرب في اليمن الشعب اليمني بدور ما عبش قات لا تقولوا الشعب اليمني عند دينهم ويشيروا خزن ما عبش ألقات في اليمن هذا الأيام شتاو يعني ألقات في اليمن هذا الأيام مثل الحج لما نستطع إليه سبيلة نار ألقات نار خلاص ارتفع ما عد من خزن ولا عد يالله الشعب اليمني يكله شرب فالذي شي تبرع للشعب اليمني مع أنه في دول ثانية فقرة ولا كاش شعب اليمني أو لا دولة وهذا كلامي وسلامتكم ولا أطيل عليكم لا تصدق لمياه خليفة أخرج يا أبو فلا عندما هي خليفة أكبر دعارة في الإمارة تسلت عن منظمة الإماراتية هذا كلامي وسلامتكم وأنا من حبك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته